موسيقى بشخصيات بعيدة عن كرة القدم بشخصيات طيبة جدا يعني أكيد بشكل كبير الوالد دايما بيبقى ليه أثر كبير في حياة أي شخص فبالتالي ربنا معاه ربنا يصبره يعني كلام كتير جدا نجوم كتير اتكلمت وانعت كابتن محمد بوتريكو لكن خلينا اتكلم على النادي الأهلي اللي هو محمد عمل نجوميته فيه طلق بيان رسمي من خلال النادي الأهلي أو موقع النادي الأهلي بينعي فيه وفاة والد كابتن محمد بوتريكو وده مش جديد على النادي الأهلي ولا مجلس إدارة النادي الأهلي اللي أكيد بيقف جنب أولاده في أي شيء أي صعوبات بتبقى موجودة بتبقى النادي الأهلي ومجلس إدارته وكل العاملين وكل من يحب النادي الأهلي أكيد بيبقوا موقفين جنبه فبالتالي محمد بوتريكو نجم كبير نجم من نجوم النادي الأهلي اللي أعطى كثير لهذا الكيان هذا النادي فبالتالي ألف ورحمة ونور طبعا على والده والد محمد أبوتريكا وإن شاء الله يعني أكيد محمد جاي عشان طبعا يدفن يبقى فيه دفنة للوالد يمكن البيان بتاع النادي الأهلي نال استحسان لحد ما جمهور ومحبي النادي الأهلي يعني 50 ألف لايك لهذا البيان و500 ألف تعليق أعتقد أن كل الناس سعيدة أن النادي الأهلي بيبقى دايما باستمرار واقف وراء أولاده خلينا نقل جسمان والد محمد أبوتريكا لمسجد أبو سنة بنهية تمهيدا لتشياء الجنازة ويمكن لغاية لما يجي محمد من السفر هيبقى إخواته هما اللي بيقوم بالدور اللي هو المفروض طبعا تشياء الجنازة وكل التفاصيل اللي هي ممكن تخص جنازة الوالد وأيضا أبوتريكا بينعي والده فقط قدواته في العمل والكفاح أكيد زي ما بقولكه أي واحد بيبقى ناجح في حياته الوالدين سواء الأمة أو الأب ولكن طبعا الأب بيبقى ليه دور فيه دايما السابورت أو الدعم باستمرار والكلام كتير يمكن محمد كان بيكلم أن والده كان محب جدا للنادي الأهلي وهو اللي علمه يعني إيه حب الفنين للحمراء أيضا نجوم مصر سواء بقى محمد صلاح بياني أيضا محمد أبوتريكا وبيسأل الله أن يثبته إليهمه الأهل والصبر والسلوان أيضا شكابة لنجمي نادي الزمالك أيضا نعى كابتن محمد أبوتريكا في صفحته الرسمية يعني ده طبعا كلنا بيننا هذا الموقف لكابتن محمد أبوتريكا وربنا يصبره أيضا كابتن عثمان غزال يعني كان لاعب من لاعبين النادي الأهلي حتى الفريق الأول أيضا بنانعي توفى النهاردة في أسر أزمة ألبية وهو في التمرين مع أولاده وهو بيمرنهم في نادي بهتيم ويمكن هو لاعب من لاعب النادي الأهلي فبالتالي لازم أيضا نانعيه ويمكن اللاعب كابتن عثمان غزال لاعب للنادي الأهلي حتى في الأول ثم نادي الشرطة ثم تسنى وانتهى حياته في نادي إسكو مع جيل العمالكة جيل كابتن حمد نوح كابتن محمد عمر ياسر محمدين أيضا كابتن أحمد ياسر محمدي كابتن أحمد أبر حياب طبعا كابتن عطيه شحاته يعني طبعا ربنا يرحمه يعني يصبر أهله أكيد باستمرار خلينا أقول لكم أن الأهد الأهلي بقى يعني آخر خبر معنا قبل ما نطلع ونستقبل طبعا الإعلامي الكبير خالد الأبرق يعني أكيد الأهلي بيستعد بشكل كبير للمباراة القادمة في بطولة أفريقيا وهي المباراة أو البطولة الأهم في الوقت الحالي للنادي الأهلي طبعا بالإضافة لبطولة الدوري والكاس لكن يعني بطولة الأفريقيا هي بتوصلنا لمرحلة تانية خالص مرحلة العالمية فبالتالي النادي الأهلي مركز بشكل كبير في هذه البطولة إن شاء الله من خلال المباراة القادمة أمام بطل جنوب أفريقيا يمكن كابتسار حفيز أعلن فيه الاستعداد عن طريق الفيديو الفيديو بالنسبة للنادي الأهلي مهم في الفترة اللي جاية بحيث إن يستعدوا بالشكل المناسب من خلال معرفة مواطن القوة والضعف في فريق بطل جنوب أفريقيا بيدفست الجنوب أفريقي فبالتالي كابتن حسام البدري هيبتدي يطلع على الأشرطة وبالتالي اللاعبين أيضا هيبقى فيه محاضرات مكسفة من خلال كابتن حسام البدري سريعا نطلعها الفاصل وهستقبل طبعا كابتن أو استيس خالد الأبرق الإعلامي الكبير هنتكلم في حاجات كتير منها القانون الرياضة أيضا الإعلام الرياضي في التوقيت الحالي ممكن إحنا وصلنا على حد فيه وممكن في الفترة الجاية إن شاء الله في المستقبل لأمور تبا ماشيزين